اشتركوا في القناة مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم نناقش هذا المساء أزمة المدرسة المغربية وذلك بمناسبة أو على هامش تصريح الأخير للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والذي أشار فيه إلى أن حوالي 76% من التلميذ والتلميذات المغربة لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وبعد أربع سنوات من التعلم معطن صادم مستفز أكيد أنه استفز مختلف أطراف العملية التعليمية سنحاول التطرق إلى أبرز وتشخيص أبرز العوامل التي أدت إلى هذا المستوى المترد من وضعية المدرسة المغربية وتحديد المسؤوليات عن هذا الوضع ثم نناقش في محور ثاني سبل الإصلاح والمخارج الممكنة لتجاوز هذه الاختلالات والإصلاح المدرسة التي يجمع الكل على أن إصلاح ورشها ورش التعليم هو الورش الأساس الذي يرهن حاضرة ومستقبل الأجيال المستقبلية في بلادنا لمناقشة هذا الموضوع يسعدني هذا المساء أن أرحب بالأستاذ خالد فارس المفاتيش العام لشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سي فارس مرحبا بك معنا مرحبا بك شكرا سيم صفى المدن أستاذ تعليم الابتدائي بالعالم القراوي بالضبط بإقليم سيد سليمان مرحبا بك تجربة حوالي ثلاثين سنة من التدريس أستاذ الرحمة ورقية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم لدى المجلس الأعلى للطربية وتكوين البحث العلمي مرحبا بك معنا شكرا على الاستضافة شكرا لكم وسيدة سليم البسام عضو المكتب الوطني للفيدرالي الوطني للجمعيات آباء وأمهات وأولياء تلميذ بالمغرب مرحبا شكرا والتلميذة النجيبة نهيلا حقوشي سبعتارش سنة ونصف تقريبا تلميذة بثانوية هليالخ وليزمين ببناء الضربضة مرحبا بك نهيلا شكرا مرحبا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعو لمناقشة هذا الموضوع المهم والهم جدا أنتم كذلك مشاهد الكرام كما جرت العدى على ذلك بإمكانكم التعليق وتعقيم على مجرية نقاش الدائر في الستوديو عبر رسائل هاتفية القصيرة لا يسميس على الرقم المثل أمامكم على الشاشة 18-18 نقطع لكم بدأوا بهذا الرقم الذي أفصح عنه وزير الطربي للوطني والتكويل المهاني مؤخرا 76% من تلميذ في مستوى الرابع يعني بعد أربع سنوات من التعلم لا يتقن القراءة أو الكتابة أستاذ فارس هذا الرقم ماذا يشكل بالنسبة إليك نسبة 76% هي نسبة صادمة ومؤلمة ولذلك جاء الإصلاح إصلاح شامل يتجاوز مرحلة الترميمات ومنطق الاستعجال ولذلك جاء الخطب الملكي لغشة 2012-2013 هذا الإصلاح لابد أن يكون شاملا وجدريا وعميقا إصلاحا له رؤية مستقبلية إصلاح ينطلق من الأسس الوهو السلك البتدائي باعتبار أن هذه النسبة هي نتيجة الدراسات الدولية التي يشارك فيها المغرب سواء فيما يتعلق بالقراءة أو الكتابة أو كذلك فيما يتعلق بالحساب وهذا الأمر يقتضي اليوم تخطيطا محكما ويقتضي كذلك انخراطا وتعبئة بروح وطنية عالية سين مدن هل استفزك هذا الرقم؟ أولا أسمح لي أن أحييك وأحيي مشاهدي القناة الثانية شكرا كما أستغل هذه الفرصة لأحيي تلاميدي بإحدى القرى بمنطقة الغرب وأحيي كذلك جميع التلاميذ الذين سبقا أن درسوا وكما قلت أنني قد درستوا 30 سنة وأحيي كذلك الزملاء والزميلات الذين يدرسون وخاصة مدرسوا العالم القاروي هذا الرقم هو نتيجة أولا بما اعتبر أنها نتيجة يتم الاتفاق حولها وتعطى بشكل رسمي فأنا لا أناقش هذه النتيجة هل هي حقيقة موجودة أم لا ولكن أسلم بأنها موجودة بما أنها صادرة على الاتجاه الرسمي لها أسباب هذا الرقم هو مفزع ولا يعكس الجهود التي يقوم بين المدرسون أو الدولة أو مختلف الأطراف المساهمة في التعليم سنناقش فيما بعد الأسباب ونحن مستعدون لنوضح ذلك لكل المهتمين الشعب المغربي الفاعلون المتدخلون أستاذ برقي هل فجأك هذا الرقم؟ طبعا يفاجئ وفي نفس الوقت لا يفاجئ لا يفاجئ لأنه المغرب منذ 1990 هو كيخضاع أيضا لدراسات دولية التي تبين هذا الأمر يعني كل أربع سنوات تكون هناك دراسات حول تحصيل مثلا التلاميذ تحصيل تلاميذ في الرياضيات تحصيلهم في اللغات تحصيل يعني في علوم الحياة وفي كل مرة يعني يكون المغرب في مؤخرة تقريبا البلدان إذن ولم تكن هناك يعني لم يشعر أحد بصدمة في حين أننا اليوم نتحدث عن الصدمة في الواقع هذا يعني تراكم يعني لسنوات اليوم أصبحنا ربما يعني على وعي به أكثر من أي وقت مضى ولبدى طبعا من مواجهة يعني هذا الأمر وهذا ما وقفت عليه يعني أيضا تقييماتنا يعني في الهيئة يعني لأشير إلى أنه يعني أنجزت الهيئة الوطنية لتقييم لدى المجلس الأعلى يعني تقييم لعشورية الإصلاح من 2000 إلى 2013 والتي تبين فيه بأنه يعني تحصيل التلاميذ هو المؤشر الأساسي على نجاعة المنظومة ليس لدينا مؤشر آخر من غير ما يتلقنه طبعا التلاميذ أي تحصيل التلاميذ وهذا التحصيل يبرز سواء يعني في الرياضيات سواء في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية بأن يعني تلاميذتنا أقل من المعدل بكثير بالإضافة إلى طبعا التقرير الذي كان جزوه المجلس الأعلى يعني في 2008 حول تحصيل أيضا يعني التلاميذ وهو البرنامج الوطني تحصيل التلاميذ إذن هذه تعايشنا مع هذا الأمر يعني لهذه السنوات كلها الآن طبعا يعني الصدمة يجب أن يتبعها طبعا إجراءات أكيدا سنتحدث عنها أستاذ البسام هل تشاطرين الفكرة التي مفادها أنها ربما هذا الرقم هذا المعطاء يعكس يعني فشلنا جميعا يعني دولة هيئة تدريس وصار مجتمع ككل ربما فشلنا في هذا الورش المبرزة هو أولا الرقم صدم ولكن الأصدم منه هو أنه جاء على لسان أو مصدر من هيئة مسؤولة وهي الطرف الأساسي والأول لهذا النتيجة وهذا الرقم الصدم وإحنا ما كنقولش بالنسبة على أن الرقم الصدم خلال الأربع سنوات 76% من التلاميذ اللي يعرفون القراءة والكتابة بل بحكم تواجدنا في الميدان على أننا كنقوله أنه لكن مستوى الإعدادي لا يعرفون القراءة والكتابة هذا هو الشيء الصدم خلال اللي توجد في هذه الفترة هذه من ضمن هذه الأشياء والسبب ديال طفح هذه المسألة اللي حقيقة ما تعترف بها حتى بلغ السيلو الزوبة وهذا هو المشكل العواص والأعواص لأنه إلا كنا تعرفنا حتى وصلت 76% فين كنا من إن كانت 1% ومن إن كانت 10% ومن إن كانت 20% ومن إن كانت 30% إذن هذا إعلان على أن سلسلة الإصلاحات لا زالت لحد الآن لم تظهر أي نتيجة وليس لها أي نتيجة إيجابية على التلاميذ المغرير نهي لأنتم تلاميذ كيف تلقيته هذا الرقم؟ طبيعة الحال هو رقم نحن تقريبا على حتيك بهذا الرقم وبهذا الواقع يعيشه التلاميذ ونعينه عن قرب ونعين مكان من الخلل وأن هناك مجموعة من مكان من الخلل في المنظومة التعليمية والمشاكل اللي جعلت من هذا التلاميذ أنهم يكونوا غير قادرين على المكاسب الأساسية عكس غيرهم هذا الشيء يدل على أن هناك مجموعة من المشاكل سواء على مستوى عدم تعميل التعليم الأولي أو على مستوى تعليم ابتدائي وما يمكن أن نرميه الحمل كامل على ظهر فرض طرف واحد كالوزارة أو التلميذ أو الأسد وإنما كلنا نشارك في هذا المشكل نعم باش أنهم هدون دخلوا الأسباب والعوامل اللي وصلت المدراسة المغربية لهذا الوضع نطرح لكم واحد السؤال يعني يطرحه جزء كبير من الرأي العام مفادوه واش هذا الوضع اللي وصلنا له يعني كان بسبب سياسي يعني مو منهجة هدفوها يعني ضرب يعني التعليم والمدراسة العمومية المغربية أو فقط نتيجات بعض الأخطاء وبعض يعني الإصلاحات التي لم تكتمل أو غيرها أستاذ فرس وطيب التصريح أن تعسي الوزير كيأتي في واحد ثقافة جديدة اليوم اللي كان السلحة هي ثقافة المكاشفة والصدق الشفافية والثقة لابد المسؤول أن يصارح كل المستفيدين من خدمة مرفق عمومي اللي هو الندرسة المغربية الأسباب والدواعي كي نربعات المكونات المكوين الأول هو سياسي الاختيارات السياسية لم تكن هناك رؤية استراتيجية مستقبلية عدم استقرار الوزراء في نظام حيوي وحساس المكوين الثالث هو أنه لم يحسن في بعض القضايا مثل اللغة المستوى الرابع هو المتعلق بالتعميم واللي هو شيء إيجابي لأننا نتقلنا واحد نسبة 75 إلى نسبة اليوم في حدود 99 وهي نسبة جد مهمة ولكن لم نواكبها ونفر لها الشروط المستوى الثاني هو مستوى ترباوي بامتياز وضعنا مع بداية الألفين ألفين وواحد ألفين واثنين مناهيج وليس منهاج وفيه تنافع وعدم التناسق جعلنا المقرارات كتيفة من حيث الدسامة ديلها وذلك يستعصي على المتعلم وعلى الأستاذ أن يقوم بتصريفه بسهولة كذلك من حيث المقاربة نتقلنا بيداغوجية الأهداف إلى مقاربة الكفايات ولا منوفر الشروط للانتقال السليس للتحكم في هذه المقاربة فيما يتعلق بالطرق البيداغوجية المدخل الابتدائي يعتمد على الطريقة الكلية وهي طريقة حقيقة حديثة ولكن لا تنسجم مع مشكلة تعليم الأولي في المغرب لا يستفيد من تعليم الأولي جميع التلميذ ولذلك يصدمون في اللحظة الأولى في السنة الأولى ابتدائي بترصيمة جملة متكاملة والتلميذ والتلميذ الذي لم يستفيد من رياض الأطفال لم يتعرف حتى على اكتشاف الحرف ولذلك لا يواكب ولا يسير المستوى الثالث هو المتعلق بالموارد البشرية كان لدينا خاصة الموارد البشرية وحاولنا أننا دمجنا أطور بدون تكوين في نفس الوقت كانت لدينا اختيارات تكوين لمدة سنة وهي غير كافية بتاتا لتعميق الخبرة وكذلك المهنانة المستوى الرابع هو فيما يتعلق بالتأطير والمصاحبة كان ناقص واليوم يجب أن ننتقل من التأطير إلى مستوى المصاحبة والدعم آخر نقطة اللي ساهمت فهل العملية هي الشروط المادية من حيث البنية متع الاستقبال من حيث وسائل العمل ومن حيث شروط العمل من يكتدفر هذه المكونات كاملة كتأدي الواحد وضع معين ليس بشكلين مقصود لأن الحكومات كلها اللي اشتغلت سابقا اشتغلت في سياقات وفي ظروف وفي إمكانيات اليوم ما بعد دستور 2011 هناك اختيار هذا الاختيار هو أنه أحسن استثمار هو فرأس المال ورأس المال المشتل دياله الأساسي هو المدرسة إلى طلاقة جميع الجهود من قطاعات حكومية ومن سياسي وآباء ومجتمع مدني وإرادة مثل صاحب الجلالة كان يمكن أن نجعه في هذه المحطة الباصلة وحسنة إن شاء الله أستاذ المدرسة يشاطر هذه الفكرة بأنه الأمر يتعلق فقط ربما بسوء تقدير أو مثلا بعد مراعاة بعض المجموعة الشروط لإنجاح بمجموعة الخطات وإصلاحات أم أنه بما كان التعليم يزعجه طرفاً ما فأوصله إلى ما أوصله إليه ويصعب وضع اتهام أو وضع اتهام تجاه جهة معينة أنا كممارس من التعليم من موقعي كفرد يصعب أن أوجه اتهاماً لجهة ما أنها كانت تخطيط وتريد شراً بالتلمي بالمستقبل يصعب ولكن ما يمكن أن أقوله هو كانت إجراءات خاطئة وانطلقاً من ممارسة أنه نخصاً نوضحه بعض المسائل اللي هي في كين الأزمة يعني في هاد بعض الإجراءات اللي كانت الدار بدون يعني ما نعرفه يعني العواقب ديالها وغدي نحاول ندرش شوية وخانها ضرب باش الناس يفهمون شوية لأنها ماشي هنده بات تنذيرون دوة تقافية إلى آخرين غدي نجيبوا كلام مصاوب اللي كان خاف منه هو أن هاد هادراد الأزمة تكون تتوجد لشي مشكلة آخر هاده هنا فهنا في ممكننا نجبط الاتهان هو من يقوله راكين أزمة كيفاش نحل هذه الأزمة وعلى حساب من ما المسكوت عنه عندما نتير موضوع الأزمة وشي آخر أنا كممارس يجب أن أسجي له هناك إيجابيات هناك مجهود لا يمكن أن نغفل الآن أنه توجد حجورات قرب جل الدواوية وأن الإحصائيات تقول أنا راكين الشيقرية اللي بعيدة خمسة كيلومتر أعلم على قسم على مدراسة كيفاش هو هذا القسم كيفاش هذا المدراسة هذا موضوع آخر إذن هذا مجهود ثم توظيفات هناك يعني من من بداية التمانينات وقعوا أحد المجهود ديال نشر التعليم وخاصة في البوادي هذي إيجابيات المشكل اللي كان في البتدائي وهذا هو المجال اللي يمكننا نهضر فيه مزيان يعني نحاول نسترفي شوية وخاصة في العالم القراوي وحتى المادي نرها يعني نفس المقرر نفس المناهيج نفس أول شي هو يعني تنذيروا بغينا نقرروا الدليارين نوررهم كل شي في مرة وحدة يعني عدنا وحد برامج تقيل ونعطيكم أمثلة بالتدقيق مثلا نهار بشك يدخل طفل القسم الأول جاي بينو من عد الأسرة دياله وحطيناها في المدراسة فتلقوا في الكتاب القراءة نص هذا النص فيه وحد الجملة تقول باش تشوفوا كيفاش هذا المصوم فيه أن سلمة تفرحوا بعودتها إلى المدرسة سلمة في العالم القاروي لم تذهب إطلاقا إلى أي مدرسة وهذا النص هو فقط مراجعة للدروس أو للحروف أو للمواد الذي يفترض أن هذا الطفل رقلها في الرون كانت الوزارة مخطة باش في الفين وستي يكون تعميم تعليم الأول كان من بين البونود الميثة ولهذا وضعوا تلك المقررة ديالقسم الأول على أسس أن رهقعت لامد المغريب داروا التعليم الأولي هذا لم يحدث إطلاقا درقة تبنى التعليم الأول هي تقول تريد التعليم الأول في إطار شراكات مع الآباء أو مع الجماعات المحلية ولكن هؤلاء لا يستجيبون لا يستجيبون وبالتالي بقي المشكل ثم هذا الطفل الذي نعطيه نعلمه الحروف نعلمه وجود الحروف في الأسبوع ونحن نعلم بالزربة وليس هناك حروف ونحن ندرسة أخرى هناك أحد البرنامج مدقق ومقسوم في الأسبوع وفي الشهر وخصت كل الأستاذ ينفد هذا الشيء ولا جاء عندك المفتيش يقول لك أعطيني هذه المذكرة لك أن ننضحه هذا شيء مزيان خص ناس يعرفوه كيف يقع في القيس وكيف يقع في المدرسة كتعطيه أنت المذكرة يقول لك آه جيت عنديك من 10 ونص 11 ونص خصت يكون عندك دابة تعبير ولا الرياضيات أقول لا أنت ملزم بتطبيق ما وضع وليما نوضع وضع على طفل محتمل مفترض لمشي ذك الطفل وتنزيده وتلقوا غادي نكملوا المقرر تنساليه المقرر تلقوا مثلا قل من النص اللي تعلموا الحورف ميش القارثة تقول لك نجحها سيدي نجحها ليا 90% وخانت تقول لنا هذا 50% رأي ما غاديش ينجحه تيشي ك واحد الورقة من عند النيابة تدوز عد المدير تيجا عد المدير يقول شو نرم دير اللي هنا غاي سقطه يجوج تيدوز ذلك شيء بغض النظر على المستوى وحنا نعطيكم فيه بعد حلول ديال هاتشي كيفش خصي يكون أكيد وتيتراكم هاتشي وكنزيده في الأقصام الأخرى وتيبقى ذك الطفل ما عارفش هو غادي ما عارفش وتنقرره علوم تنقرره التاريخ والجغرافية وبزي في المسائل وهو ما زال لا يفعل ما تيفررش الحورف تيفررش الحورف هذا من المشاكي الكي المشاكي الكتيرة وممكن نوقفو عليها نسمعونه هيلالي لأن يالله هذا تهي من هذا المصر ما زال بقى فيه واش كتعيشون أنتم كتلاميذ هاد الشي هذا طبيعا الحال كما أشر سيد المدن في المقررات ديالت يعني من إبتدائي هناك تركيز على المكتسبات الأساسية في إطار حيي الزماني بتاليك نفرض على التلميذ وعلى الأستاذ أنهم غادي سالي وحد المقرر في وحد الحيي الزماني محدد بغض النظر عن شنو يعني تقوين ديالذك الشي اللي اللي كتسبوا التلميذ وبتالي كيكون نظام تعليمي ديالنا نظام كمي أكتر مما هو كيفي مما كي أدي المجموعة من الاختلالات هاد الشي بغض النظر عن أنه كنركزوا أكتر على هاد المكتسبات الأساسية وكنلغيوا تربية حقوقية اللي خصية متعدها كل تلميذ باش من بعد من اللي غادي نجي المواطن غادي يكون عارف أنه عنده الحق في التصويت عنده الحق أنه يحترم عنده الحق أنه يختار الممثلين السياسيين دياله عنده حقوق خصوه متمتع بها واجبات خصوه أنه يلتزم بها توجه الآخرين بذلك يكون الاختلال على المستوى ديال التعليم الابتدائي هو تقريبا الأساس ديال الاختلالات على في المصر الدراسي والمنظومة التعليمية كليا إذ أن إليش دينا ونعطوه متال بشي بناية إليش ديش بشي بناية ومدرتيش لأساس مزيان رمو عمر هذه البناية ما غدي تطلع هالفوق غدي تكون غدي تدوز على واحد المدى قسرة وغدي تهدم هاته اللي كي وقع لنا في تعليم المغربي أنه من اللي كي يجي تلميدي كي يوصل لتعليم تانوي سواء الإعدادية أو تهيلي ما يلقاش أنه ما يلقاش شرس بأنه يعني موجد يعني بوحد طريقة اللي مزيان غدي تمكننا أننا نعطي نجو واحد الأيطار اللي مزيان وما كنت تعطيناش يعني مواطن صالح غدي يساهم أننا نزيده بالمجتمع دينا القطة نعم نسمع وجهة الأسرة بالسام كذلك في النقطة دي الأسباب كان مجموعة الأسباب التي تتكلم عليها الأساتذة وش ما كتشوفش بأن هنا كارك دور بما دي الأسرة في هذا في هذا الوضع اللي كانت تكلم عليها لا هي قبل دور الأسرة غدي نكون مع الأساس دا ومع البنيت على أنها منسوش على أنه سلسلة الإصلاحات اللي كانت اللي السلبية ديالها تراكمت منذ سنوات أي من عهد 1957 واللي كانت أنا داك واحد اللجنة ملكية اللي كتشرف على السلسلة الأولى وهي مشية في سلبية التراكمات هذا هو اللي كان أساسي فيها إلى غاية وصلة المتاق الوطني إلى غاية المخطط الاستعجال وإحنا يمشين الأشياء اللي كتزيد في هذه المسائل هي أولا كان يكون دائما الإصلاح جزئي وليس بشمولي وخاضع لضرفية معينة أي لمشكل معينة كنحاول على أننا كيفاش نديره وكيفاش نعالجه بطريقة سهلة أو بطريقة باش نمرو ذاك الوقت ولا ذاك الفترة باش ما يكونش عندنا فيها واحد المشكل ولا واحد صدع ولا باش ما تخليناش كيف قال الأستد يعني لمسألة الخريطة المدراسية رأى رأى كتدير واحد المساهمة كبيرة وأنا نضيف له على أنه قال أنه يقول لك تلميدي نجح بجوش رأى تلميدي نجح بالأقدمية ممكن على أن التلميدي نجح تلت سنين هو سقط في القسم وكينجحه وكيوصل لقسم الخامس وما كيعرف هذا من ضمن الأشياء المسألة الثانية هي أنه ما كينش أخذ الاعتبار بالفترض ديال الإصلاح ما كتكونش كنديرو لها تقييم وكنعرفوا الإخفاقات اللي دازت فيها وكنحاولوا نصلحوا ذيك السلبية اللي كنت فيها ونمشوا بالإيجابيات هذه من ضمن المفترض لإصلاحات اللي دازت المسألة الثالثة هي السياسات العمومية أي السياسات العمومية واللي ولينا عاد كيف قلت سي جامع أرا كذكرت هذا بعد واللينا ده بعد كنكتشفو ولا كنسمعو على أنه على أن التلميذ المغربي ولا كيعب على الدولة يعني التلميذ ماشي المواطن أنا كنظر على التلميذ على أن التلميذ المغربي أنه كي يستهلك 27% من الميزانية ديال الدولة وعلى أنه يعني حتى هالتصور هذا واللينا كنعتقد على أن المؤسسة واللي تعيب علينا المسألة الأخرى وهي تعاقب الحكومات والوزارات والأي وزير جاء كي يدير واحد التصور كي ينش واحد استمرارية ما كيش استمرارية كأننا ما حسبينها منظومة يعني مؤسسة عندها ضوابطها عندها ناسها عندها أسوسها عندها رؤية وذكرها السيفارس على أنها ما كانتشو كتوفر على رؤية عندها رؤية وغسلنا تبعدك الرؤية ونمشي معها واللينا كي أي شخص كي يجي كيدخل لهذا الوزارة كي يحسبها كأنها بيت ليله كي يحاول يحاول يدهو واللي يبغى ويدير اللي يبغى كأن لا شيء ومنين كي يخرج وكي يجي الشخص الآخر كي يقول يعود تاني عندنا تصور آخر وهذه هي المسألة اللي هدر عليها الأستاذ حول لأن بضغوجية الأهداف بضغوجية الإدماج من من كترت هذه السلسلة الإصلاحات المتعطرة هي اللي خلت الوضع الكاريتي الوضع الكاريتي نقولوها هذا المعنى أراه الوضع دي المؤسسة التعليمية مني كتمشي المؤسسة التعليمية ركت تلقى واحد شيء فادح هذا من نكروش على أن حقيقة كان إيجابيات كانين منسوش على أن كيف قال الأستاذ كانين أوطر إدارية وطربوية تحية لهم تحية تقدير وإجلال على أنهم يعطون الغالي والنافس خصوصا لكي يخدموا بضمار لا أوطر إدارية ولا طربوية هذا من نكروش لفضل ديالهم ولكن كتبقى على أنها لا ندري من هنا كان نبدأ الكلام اللي قلت قبلها لا ندري ما معنى هذه الصراحة الأخيرة هل أصبحنا نعلامه لأننا نخطئه ونصرحه كي نتحمل المسؤولية أكتر أم أننا نريد تتعليق المسؤولية على أشخاص خرين نشفناهم أنهم تواجدوا معنا في الميدان أو أننا نضع أنفسنا على أننا قلنا لكاين ومعدنا منذير أكيد هذه سؤال سيفرس باشي جواب علي وكيد قولهم أنه أستاذ بورقية دائما في الحديث على الأسباب أنتي أجيال من الطلبة والطالبات المغاربة وربما انتقلنا من واحد الوضع الذي كان تلميذ المغربي في مستوى دائما كان بإمكانه الإدارة المغربية وبدأ فيها وانتج الآن انتقلنا إلى تلميذ يعني فجاب لا ما كيف قال لي كتب نظرك شنو العامل الأساسي الذي يجعل هذا النحيد دار بهذا الشكل فضيع هو بالفعل هناك تحول كبير يعني من بداية الاستقلال إلى الآن يعني ونحن نقول هذا أيضا في الخلاصات تقريرنا البداية للاستقلال ونحن نقول العقود الأولى يعني كانت المدرسة هي وسيلة للصعود في السلم الاجتماعي يعني معناها نجيلنا هو مستوانا أحسن من أبائنا اليوم يعني كان هناك عطب يعني أن المدرسة ما بقيتش يعني وسيلة ربما للصعود في السلم الاجتماعي لهذه الاعتبارات و لهذه الأسباب اللي احنا كنتكلم عليها بل وهناك أنه المدرسة المدرسة المغربية يمكن أن تنجب النجباء اللي تيدخلوا المدارس العليا في فرنسا واحد الأقلية وفي نفس الوقت يعني ما يمكنش واحد المجموعة كبيرة تتجاوج العتبة ديال البتدائي وهنا خلل معناه أننا أمام يعني مدرسة اللي هي ما فيهاش انصاف يعني البعض يعني التلاميذ يعني ما هي العطب الكبير يعني اللي هو مرتبط بالرقم اللي تكلمت عنه في البداية هو أنه هناك هضر كبير يعني أن التلاميذ ينقطعون عن الدراسة خلال عشورية الإصلاح إصلاح يعني المتاق تطبيق المتاق يعني أحصينا بأنه ثلاثة المليون ديال تلاميذ انقطعوا بدون الوصول إلى النهاية الإعدادية يعني ما معناه معناه أن منظومتنا المنظومة تعليمية بحال شي قطار يعني فيها يعني هذا الركاب أكل مرة كينزل كينزل بعض ولكن ما كينزل يعني ما تينزلش فقرصيف آمن وإنما يواجه المجهول لأن القطاع للدراسة ما معناه معناه كلفة مادية وحصينا الكلفة المادية أن تقريبا يعني القطاع للدراسة يكلف ميزانية الدولار ربعات المليار سنويا ثم هذا ما شيء يعني الأهم الأهم هو الكلفة الاجتماعية يعني لأنه ممكن قطع تلميذ عن الدراسة ما معناه معناه أنه في أحسن الأحوال يرجع الأمية ثم يعني طبعا الانحراف يمكن يكون تميش يمكن تشرد يمكن إلى آخره إذن هذه معضلة يعني التساؤل عن المسؤول من المسؤول لا يجب أن نعلق المسجب على يعني على جهة وإنما يجب أن نحل يعني المنظوم ونحل العقاد ديالها فين فين موجود هذا العقاد إلا بغينا نحصي وهذا العقاد يعني يعني كيمكن لي أنا نفصل فيهم ولكن قبل لك نقتر لكم على المشاهدين الكرام تابع واحد روبرتاج لكي يرصد واحد الجانب من أوجوه الخلال التي تكلم عليها وربرتاج من إحدى الجماعات القروية بإقليم تارودانت المناطق النائية تقم القناة الثانية بالمكتب الجواب أقادي الزمين عبدالطيف من طلب انتقلوا وقفوا خصوصا على ظاهرة الأقسام المشتركة اللي ربما كتجعل أنه قد تفسير بعض من هذا الجوانب العام قد يل رقب يتكلم لانتبع هذا الربورتاج في جماعة تزمورت بإقليم تارودانت تلاميذ دوار إمينتدكت يتأهبون لولوج فصولهم الدراسية إبراهيم مستغل لغة العربية أول ما يبدأ به خط مستقيم لتصمبي السببور لأن الحصة تضم تلاميذ المستوين الثالث والرابع كانت ممزين مع أستاذ أستاذ إحنا إليك أورينا شنو نديره وكيقول لنا نديره هاتش اللي قلت لكم وكي يمشي عند مستوى الثالث شوية غير عنا صعيب العام الفقيس مشترك يطلب من الأستاذ للمجهود مضاعف حكم أننا نموذج قسمين كان أساتذين لديهم من المستوى الأول حتى المستوى السادس ماشي استفادة 100% استفادة قد تكون محصورة بحكم المستوى كل تلميذ هذا منسبة التلميذ لك المتفوق فمنسبة لي مش مشكلة هذا ما يشكل عائق بحكم تقارب المواد بمدرسة دائما وفي قسم آخر نجد الوضعية في المستويات المشترك المتعامس والسادس الابتدائيين المتعامس المستوى الخامس في المرحلة الأولى نحاول نقرب الدرس درس المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى المقاربة البيداغورجية والديداكسيكية للتعامل على الأقسام المشتركة هي الوزارة التربية الوطنية دخلت في عدة 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 الديداكسيكية للتعامل مع المستويات وهي الآن في طور الجريب وحضرت نيابة الإقليم قد تجرب فيها هذه العدة تشاركة الدواوير والإحصائيات السكانية تجعل عدد التلاميذ في العالم الثروي أقل فما يفوق 500 مدرسة بتارودانت مجموعة تلاميذ كل المستويات حوالي سبعينة الليذة بعد مرة كيبقى في كل حال علاش كيكون شيء أمور اللي خص كتوصل للتلميذ ومن خلال الحس الزبع ما تقدرش كتقول وكانين عندي قسم مستقيم مرر اللي المنش هذا هو اللي بعد مرة بعد مرة هذا هو اللي كيحز في النفس بعد مرة يعني التلميذ ما كييخدش الحس صار كام اللي ديالو بحل المستويات المستقيم الأقسام مشتركة متعلقاش بالتلميذ ومتعلقاش بالأستاذ متعلقا بالتهيئة المجالية في العالم القاروي كالقضوة يحتوي على عشرين أسرة دوار يحتوي على ثلاثين أسرة من جموة ديالتلام ما كيفوتش عشرين ولا عشرين من فلطرانش ضرج ذي اللي يبتدعي كلها إذي انا كيكون مفروض لها باش نتعاملوا بهذه الطريقة هذه ولكن ما شي ضحية وإنما ضيق الحيز الزمني لكل حصة بالنسبة لكل مستوى أبرز ما يعق هذه العملية التربوية أمر يلقي بثقلي على كاهل الأطر التعليمية بهدف تحصيل أمثل لأجيال الغد